ايه اكتر حاجة عجباني في جعفر العمدة؟ جعفر العمدة اتحول للمسلسل الجماهيري بتاع مصر طيب ليه؟ اقولك المسلسل بالطبيعة الحال هو بطولة محمد رمضان وبالتالي هو نجمه الاول لكن الجيد الجيد والرائع السنة دي انه وانا اعتقد ده نضج محمد رمضان نفسه نضج محمد رمضان نفسه ايه بقى؟ محمد استحملني الحتة اندول ما تقلقاش مش حاجة يعني بس هي ايه قبل كده محمد كان بيبقى هو اللي متصدر المسلسل هو اللي متصدر كل المشاهد هو اللي بيغطي على الكل طبيعي وبتحصل ومفهوم ومقبول في احيان كتيرة لكن السنة دي رمضان تحس ان هو عامل ايه بقى؟ محمد رمضان مش شهر محمد رمضان موسع وسايب مساحات واسعة وكبيرة وده طبعا بالتأكيد بالتوافق مع محمد سامي ليه انه الكل يبان والكل يظهر والكل يتقلق ليه هنا بقى بقولك هنا اصبح فيه تراكم خبرة ونطج حقيقي عند محمد رمضان انه هو اصبح فيه عنده يقين انه ده ينجحه اكتر ويزيد من لمعانه ومن نجوميته اكتر ادي واحد اتنين محمد رمضان ومحمد سامي باعتبار محمد سامي المخرج ومشارك في الكتابة انه عمله شخصية جعفر العمدة مش انه يبقى حالة اسطورية اكثر مما يجب يعني وحتى حالة جعفر العمدة دراما في النهاية ممكن يبقى فيها مبلغ الرجل الذي لا يهزم يعني عادي بتحصل يعني الله يرحمه يا رب الله يرحمه يا رب الكبير الملك فريد شوق يا ما عمل حاجات كده وبالمناسبة فريد شوق ده تاريخ ابن لازينة من النجومية المستمرة حتى اللحظة الاخيرة رحمة الله عليه يا عم هنا بقى تشوف انه لا هو رمضان عمل بقى تركيبة بتاعة البطل المغوار ابو دم خفيف ويدحكك يدحكك بصراحة يعني عليه شوية افهات مزهلة وفي نفس الوقت عنده تفاعلاته الانسانية وحرته في رحلة البحث عن ابنه نظرته الابنه احمد داش وداش السنة دي اجاد اجادة رائعة اكتر من حاجات كتير عملها قبل كده السنة دي احلى حاجة عملها داش وبرافو برافو 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 احمد داش دلعه ريكا صح كده؟ لو انا فاهم صح لو انا متذكر كويس المهم فأظن بيحب يتقالوا ليك أظن فلو انا بنتقل الاسم مضبوط المهم انه التفاعل الانساني ما بين محمد رمضان جعفر العمدة وابنه سيف داش وفي نفس الوقت افهات رمضان اللي حلوة وفي الجون وفي مكانها وما فيهاش مبالغة ومش محشورة وفي نفس الوقت الاكشن المعتد بتاع رمضان فقدى الى انه الناس حبت جعفر العمدة يا رجل ده فيه حتة وزعه شرباط عشان جعفر العمدة خرج من السجن يعني وكأن الناس مصدق ان جعفر العمدة شخص حقيقي حي عايش ما بيننا واتاخد ظلمه وخرج بالعدالة وميد فل هنا اتحول المسلسل لحالة جماهيرية شعبية جدا شعبوية جدا فاصبح المسلسل فعلا الاعلى مشاهدة في المنطقة العربية بالكامل انت لو رجعت وشفت حجم مشاهدات مشاهد جعفر العمدة على السوشيل ميديا تجاوزة المليار مشاهدة لاجمالي المشاهد اللي محطوطة على تجاوزة المليار اظن انها قاعد عمالة بتجري واحنا بنتكلم دلوقتي ده داش اللي فعلا مش هزار برافو عليه اللي هو عمله وبرافو عليه اداءه لهذه الشخصية وبرافو عليه انه بيطور نفسه بجدية بيطور نفسه بجدية فهرجعك على اجمالي المسلسل زي ما انت شايف طب داش واخد مساحة كبيرة جمع محمد رمضان محمد رمضان واخد مساحته زي الفل هتلاقي كل النجوم الزوجات الاربعة واخدين مساحته صف صف هلا صدقي واخد مساحته فهيم سيد واخد مساحته منذ الريحنة واخد مساحته كارم واخد مساحته معادلة الناضجين معادلة تراكم الخبرة وهنا برضو بالمناسبة شخص طريق الناري من الناس اللي بظنه ان هو عامل في الدور ده واحد من ادوار عمره لان هو عنده التناقضات بتاعت في المسلسل وجسدها ببراعة والله العظيم بتاعت انا صح اللي بيحصل ده وده انتقام لابني ولا مسصح وعلينا ان احنا نعيش في هدوء وفي سلام ده مثلا منذ الريحنة في وجهة نظري هو من جوام الشرير يعني هو مش شايف انه يقترف شرا على الاطلاق وده اللي عجبني في الدور بتاع منذ الريحنة ايه بقى هو عنده قناعة ده اللي وصلني عنده قناعة كاملة انه دم اخوه راح هدر ما لم ينتقم من جعفر العمدة وانه هو شايف انه كده بيطبق العدالة الانسانية ده وجهة نظر ده تصوري ده انطباعي ده اللي انا فهمه من الشخصية بتاعت منذ الريحنة فهرجعك هو ليه جعفر العمدة حظى بهذا النجاح الكبير جدا واللي اظنه هيفضل هذا النجاح مستمر لحد رمضان اللي جاي وهنا هيبقى الصعوبة الكبيرة قدام محمد رمضان وقدام محمد سامي فانه هم ازاي هيقدروا يبنوا على النجاح بتاع جعفر العمدة نجاح اكبر منه وهنا بقى ده الصعوبة سيئك الناس تقول لك ايه الصعوبة الحقيقية ليست في النجاح وانما في الاستقلاء قال استقلاء لا انا مش من القصة دي خالص انا اقول لك النجاح اللي بجد هو انك انت تنجح وبعدين تحصل هزة اماء او كبوة اماء وبعدين تروح طالع ناجح نجاح اكبر من اللي عملته في نجاحك السابق على كبوة او ازمة ربانا ما يجيب ازمات بس هم دلوقتي عندهم اختبار وعندهم حمل كبير رمضان الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى يديلنا وديلكم العمر الله وما بلغنا رمضان القادم والامين هيعملوا ايه فاق عشاء رجالة ما شاء الله تتشود برافو 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 مسلسل جميل لطيف تشاهده الاسرة المصرية بنتحك وبنتبع الاكشن والختماء بالمناسبة والافلات بتاعت سامي حلوة منا كسامي قفلت كل حلقة في الجون ميا ميا عش